يقول فضيلة الشيخ اتفقكم الله سمعت أن هناك فتوى لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن الوضوء بالماء الخارج من البرادات أن الوضوء به محرم لأنها موقوفة للشرب لا للوضوء هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ ونحن نقول بذلك الماء إذا كان معدل للشرب ألا يجيز استعمال أنه استعمال في غير ما خصص له نعم نقول هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ الله أعلم لا كله يتوضع برماء المخصص للشرب نعم